قلنا بأن هذا الموقف الثالث يمكن تخريجه فنيا على أساس قاعدة انقلاب النسبة هذه القاعدة عزائي تعتبر من القواعد المهمة والأساسية في علم الأصول ولها آثار كثيرة في عملية الاستنباط تعلمون أن المسائل الأصولية تختلف من حيث الأهمية في عملية الاستنباط فبعض هذه القواعد لعله لا ثمرة لها إلا في بعض الموارد النادرة وبعض هذه القواعد لا تلازم الفقيه وتلازم عملية الاستنباط في كل مورد دخل في ذلك السيد الخوئي قدس الله نفسه في مصباح الأصول الجزء الثالث هذه عبارته في صفحة ثلاثمائة وثمانية وثمانين يقول وحيث أن بحث انقلاب النسبة كثير الابتلاء في الفقه واقعا في الأعم الأغلب الفقيه يبتلي بهذه المسألة ولا بد أن يتخذ موقفا لماذا لهذه النقطة التي أشرنا إليها بالأمس قال لأن التعارض في كثير من أبواب الفقه بين أكثر من دليلين وقلنا أن ضابطة انقلاب النسبة إنما تأتي إذا كانت الأدلة أكثر من دليلين تارة أنه الدليل أو أنه الدليلان متعارضان فتلحظ النسبة بينهما وأخرى لا أنه أكثر من دليلين عند ذلك تأتي مسألة انقلاب النسبة هذه مسألة إذن المسألة مهمة أعزائي ولذا نحن عادة عندما نصل إلى مبحث أصولي مثلا نجعله كأصل موضوعي ونتجاوز ولكن هذه المسألة حتى أن الأعزة وعادة في الحوزات العلمية الطالب أن يصل إلى أبحاث التعارض أيضا ممعلوم يقرأ دورة كاملة ومنها خاتمة الأصول ولذا نحن نشير إليها إجمالا والأقوال الموجودة بنحو الإجمال أيضا في درس مو أكثر من ذلك حتى نأتي إلى أبحاثنا الأصلي هذه المسألة أعزائنا كما قلت لكم أنه لعله من زمان الشيخ الأنصاري تاريخها طرحت المسألة وعندما وصلنا إلى الزمن صاحبي الزمن المحقق النائيني نجد بأن المحقق النائيني صاحب الكفاية وتلامذتهما صاحب الكفاية المشهور عنه أنه لم يؤمن بنظرية انقلاب النسبة النائيني آمن بنظرية انقلاب النسبة طبعا ضمن شروط وضوابط لعله نشير إلى بعضها أما النائيني فقد تبعه على ذلك السيد الخوئي حيث آمن بنظرية انقلاب النسبة وأما المشهور بين الأعلام في القرن الأخير تقريبا هو عدم قبول قاعدة أو نظرية انقلاب النسبة ولذا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقيراته في تقيرات سيد الهاشمي هذه عبارته هناك يقول المشهور بينهم عدم الانقلاب مقصود من المشهور مو مفقاء كل الأصوليين وإنما هذه المئة السنة الأخيرة من بعد الشيخ الأنصاري إلا أن مدرسة المحقق النائيني قد جعلت إلى آخره وتابعه على ذلك السيد الخوئي هذه قضية القضية الثانية التي هي لماذا وقع الاختلاف بين الأعلام في انقلاب النسبة وعدم ذلك ما هو منشأ الخلاف أعزائي منشأ الخلاف في جملة واحدة التفتول جيدا لا إشكال ولا شبهة عند القوم في مباحث الخاص والعام أن الخاص يقدم ماذا على العام وأن العام يحمل على الخاص فمدلول العام يكون حجة في غير مقدار وقدر المخصص حس بأي بيان كان ولأي نكتة كانت هناك نظريات ثلاث في المسألة الآن مو بصدد بيان تلك المسألة وهي أنه القدر المتيقن عند الأعلام والمشهور والتحقيق أنه إذا تعارض عام مع خاص فالتقديم يكون لمن يكون للخاص بأي نكتة ذاك بحث آخر في محله السؤال المطروح هنا في بحث انقلاب النسبة أن نفس تلك النكات التي على أساسها يقدم الخاص على العام هذه جارية في فرض عدم وجود المعارض للعام أو حتى مع وجود المعارض للعام بالأمس نحن قلنا الفرض ما هو عندك عام أليف وعام باء معارض ماذا للعام أليف وعندك مخصص جيم يخصص ماذا يخصص باء لو كنا نحن بين باء وجيم لا إشكال أن جيم يقدم على ماذا يقدم على باء بلا حاجة بالنكات التي ذكرت في تقديم الخاص على العام ولكنه هنا دخل عامل جديد ما هو وهو أن هذا العام الذي له مخصص يعني العام مباء الذي له مخصص جيم هذا العام أيضا له معارض آخر وهو ماذا وهو أليف واضح فهل أن تلك القواعد تبقى على حالها حتى مع وجود معارض عام لباء أو أنه تلك القواعد بعد لا تكون كافي المرز النائيني وتبعه على ذلك السيد الخوئي يقول نفس القواعد كافي يعني كيف أننا بعبارة أخرى دخول عنصر جديد وهو العام أليف على المعارضة هذا يغير من المعادلة شيء أو لا يغير من المعادلة لا يغير من المعادلة تبقى المعادلة السابقة وهو إذا تعارض عام مع خاص يقدم الخاص ماذا على العام أعم من أن يكون للعام المخصص معارض آخر أو ماذا أو لم يكن إذن يقولون تلك النكات يا نكات النكات التي على أساسها القواعد التي على أساسها قدمنا الخاص على العام لا يفرق فيه بين أن يدخل عنصر جديد على المعادلة أو ماذا أو لا يدخل ولذا عبارة السيد الشهيد قدس الله نفسه في تقيرات السيد الحائري المجلد الخامس من القسم الثاني في الصفحة ستمائة واثنين وستين هذه عبارته يقول وتحقيق الكلام أن المحقق النائين يريد تطبيق نفس مباني تقديم الخاص على العام ونكاته في المقام نفس تلك القواعد التي ذكرها هناك في تقديم الخاص على العام هنا أيضا ماذا يعمل تلك القواعد ولا يدعي هناك كبرى جديدة تطبق على المقام مع وجود عنصر جديد في المعادلة وهو أن هذا العام الذي له خاص أو مخصص له هو ماذا له أيضا معانض ونحن نقول أن تلك الكبريات والمباني لا يمكن انطباقها على المقام يعني نحن نقبل من النائين ومدرسة النائين أن الخاص يقدم على العام ولكن بشرط ماذا بشرط أن لا يكون للعام المخصص ماذا معارض أما إذا دخل عامل جديد على المعادلة بعد لا يمكن أن نطبق ماذا نفس المباني السابق ومن هنا لابد من الرجوع هذا البحث الأصولي لابد من الرجوع إلى تلك النكات التي على أساسها قدمنا الخاص على العام لنرى أنه توجد فيها قابلية للتقديم حتى في فرض وجود معارض للعام المخصص أو ماذا أو أنه لا توجد فيها مثل هذه القابلية وهذا بعد بحث آخر موكول إلى محله ولذا السيد الخوي قدس الله نفسه عبارته هو مهم هنا عبارته في مصباح الأصول المجلد الثالث صفحة 388 يقول لأن العام لا يكون حجة بالنسبة إلى ما خرج منه بالمخصص فالتصديق بانقلاب النسبة لا يحتاج إلى أزود من تصوره يعني القضية ماذا بديهية كيف قرأتم في محله أنه البديهيات مشكلتها ليس في التصديق وإنما مشكلتها في التصور إذا تصور تصورا صحيحا فالتصديق ماذا ضروري أولي بديهي واضح يقول في المقام أيضا كذلك في المقام أيضا كذلك تصور المسألة فيه مشكلة وإلا أصل المسألة التصديق بها لا مجال للمناقشة فيها ولكنه الواقع هو أنه لو كان التعارض بين الدليلين فالحق كما ذكره ولكنه المسألة دخل هناك عنصر ماذا عنصر جديد على المعادلة على التعارض هذا العنصر الجديد يغير من المعادلة شيء أو ماذا أو لا يغير من المعادلة شيء وهذا بحث آخر غير البحث السابق وهو تقديم الخاص على العام سواء كان له معارض أو لم يكن له معارض جيد هس من باب المثال أعزائي حتى تعرفون أن المسألة كيف إله آثار واسعة النطاق في هذا المجال تعالوا معنا إلى تطبيق من هذه التطبيقات اللي أول من بدأ هذا التطبيق الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في الرسائل وهذه واقعا من أهم الأبحاث اللي أنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن نوفق له عندما نبحث بحث التعارض أن القضية لنجعلها دائما أكرم العالم ولا تكرم العالم وأكرم كذا ونذهب إلى الأمثلة من هنا وهناك وإنما نحاول أن نأتي بالتطبيق الفقهي لتلك المباني ماذا لتلك المباني الأصولية لماذا الذهاب لا أكرم ولا تكرم تعالوا إلى ماذا تعالوا إلى نفس القواعد أو المسائل الفقهية من أوضح تطبيقات قاعدة انقلاب النسبة أعزائي هذا المورد الذي سنشير إليه هناك بحث أعزائي بين الأعلام في مسألة أن العارية هل هي مضمونة على من استعارها أو ليست مضمونة أنت تستعير شيء من أحد فأنت ضامن أو لست بضامن طبعا إذا تلفت ضامن أو لست بضامن عندما نراجع الروايات الموجودة في المقام أعزائي النصوص الموجودة في المقام على خمسة أصناف هذا اللي قلنا في الأعم الأغلب الأدلة أكثر ماذا أكثر من اثنين أنا فقط أشير إليها إجمالا وتحقيقها موكول إلى محل آخر فقط حتى تعرف بأنه المسألة لا فقط عملية وإنما كثيرة الابتلاء تعالوا معنا إلى وسائل الشيعة المجلد التاسع عشر صفحة اثنين وتسعين الطائفة الأولى طبعا أشير أيضا إلى هذا كتاب العارية أعزائي كتاب العارية الحديث الثالث من الباب الأول باب عدم ثبوت الضمان على المستعير إلى آخره الطائفة الأولى من الروايات ما دلت على عدم الضمان مطلقا تقول قالت بأنه من استعار فإنه ماذا لا يضمن الرواية هذه الرواية عن عبد الله بن السنان قال سألت أبا عبد الله الصادق عن العارية فقال لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمون هذا أصل أنه المستعير إذا كان مفرط لا إذا كان مأمون لا ضمان ماذا لا ضمان هذه الطائفة الأولى إذن الطائفة الأولى هي عدم الضمان ماذا مطلقا الطائفة الثانية أعزائي ما يدل على نفي الضمان أيضا إلا إذا اشترط الضمان لو لم يشترط أيضا ماذا يعني ذيك مطلقا وهذه مقيدة يقول إلا إذا اشترط الضمان هذه موجودة أعزائي في رقم الحديث هي طبعة مؤسسة البيت رقم الحديث 24 223 كتاب العارية الرواية عن الحلبي عن أبي عبد الله الصادق قال إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون اشترط عليه إذن هناك قالت لم يضمن مطلقا وهنا قالت ماذا مع الاشتراط ماذا يكون ضائمنا وهذه الطائفة الثانية الطائفة الثالثة من الروايات ما يدل على نفي الضمان بلا اشتراط كما كان في الطائفة الأولى إلا في الدينار إذا كان مستعير منه مقدار من الدنانير فإنه يكون ضامنا له سواء اشترط أو ماذا أو لم يشترط هذه الطائفة الثالثة اللي هي في صفحة ستة وتسعين من الجزء التاسع عشر رقم الحديث اثنين اربعة وعشرين الف ومائتين وستة وثلاثين الرواية عن عبد الله بن سنان قال قال ابو عبد الله لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان هذه منسجمة مع ماذا مع الطائفة الثانية ولكن إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا فهذه تكون معارضة ماذا للطائفة الأولى تنظرون الآن الطواف فيما بينها بعضها تخصص بعضا فماذا نفعل هل ننظر إليها مرة واحدة أو ننظر كل اثنين ثم نخصص ونحصل النتيجة النهائية ماذا نفعل هاي من الطائفة الثانية الطائفة الثالثة الطائفة الرابعة أيضا ما يدل على نفي الضمان بلا اشتراط إلا إذا كانت الإعارة في الدرهم السابقة كانت أين في الدينار هذه في الدرهم الرواية رقم ثلاثة من نفس الباب أعزائي باب ثبوت الضمان في عارية الذهب يعني كتاب العارية رقم الحديث 24 238 عن عبد الله الصادق قال ليس على صاحب العارية الضمان إلا أن يشترط صاحبها كما كان سابق إلا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط الرواية السابقة كانت دنانير هذه الرواية ماذا دراهم الطائفة الخامسة ما يدل على نفي الضمان بدون اشتراط إلا إذا كان في الذهب والفضة إذن الآن انظروا أنه مع عدم الاشتراط لا ضمان إلا إذا كان دينارا فضامن إلا إذا كان درهم فضامن إلا إذا كان الذهب وفض فضامن سواء اشترط أو ماذا أو لم يشترط وهذه هي الرواية الواردة عزائي في هذا الباب في صفحة 96 الرواية الثانية 24 237 الرواية قلت لأبي عبد الله العارية مضمونة فقال جميع ما استعرته فتوى يعني هلكة فتوى فلا يلزم كتواه إلا الذهب والفضة فإنه ما يلزمان إلا أن تشترط عليه أنه متى توى لم يلزم كتواه وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك جيد جدا طبعا هاي المسألة الآن أنا ما رد أدخلها أين في بحثنا المعاصر وإلا لها مصاديق معاصرة هذا البحث صحيح عارة تأتي جنابك وتستعير من شخص ملانا مقدار من الذهب نعم مقدار من الذهب جيد هذا ما فيه مشكلة بعد ذلك ملابد أن ترجح أما تستعير دينا درهم يعني شوه يعني أنت تقدر تأخذ الآن تستعير من واحد مليون دينار أتقول بعد شهر أرجع لك يا استعارة وإذا تريد ترجع لياها ترجعها هي فإذا فقدت نصف قيمتها صارت قيمتها خمسين بالمئة فترجع العدد لترجع القيمة أنا طرحت هذا حتى أنه فقط أعرج أنه هذه المساء الأعزائي لتقرؤون دائما الروايات قراءة ساذجة في ذلك الزمان كان هذا هو المتداول في الأيدي من الدينار والدرهم هسا قد تقول الدينار والدرهم هو الذهب والفضة وقعا لا بد أن نتحقق أنه في ذلك الزمان الدينار والدرهم هو كان الذهب والفضة لعله في زمان كذا ولعله ماذا في زمان آخر ليس كذلك وهكذا الآن نحن أمام خمس طوائف من الروايات فهنا من أوضح مصاديق قاعدة انقلاب ماذا من أوضح مصاديق قاعدة انقلاب النسبة أكثر من هذا ما أطيل على الأعزاء نرجع إلى بحثنا إذن أعزائنا فتحصل إلى هنا أن الموقف الثالث الذي تبناه السيد الخوء قدس الله نفسه اتضح أولا أن وجه الجمع يعني الطائف الثالث من الروايات أنه ليس ذلك وجه جمع بين الطائف الأولى والطائف ماذا والطائف الثانية الطائف الأولى التحليل مطلقا والطائف الثانية النفي التحليل مطلقا وما ذكره من الروايتين لا يمكن أن يكون وجه جمع بينهما لماذا لأنه لم يتوفر على الظابط ذلك ما هو الظابط وهو أن يكون بمنطوقهما دال على شيء وبمفهومهما دال على شيء آخر والروايتين لم تكون كذلك ولو سلمنا وتنزلنا فإن هذا الوجه وجه الجمع يكون نافعا على مبنى نظرية ماذا انقلاب النسبة وأما من أنكر قاعدة انقلاب النسبة ونظرية انقلاب النسبة فهذا الوجه أيضا ماذا أيضا غير تامين إذن يوجد إشكالان الإشكال الأول عدم الدلالة عدم التمامية الإشكال الثاني حتى مع فرض التمامية والتنزل فإنه لا يكون نافعا ماذا في المقام إلا على هذا المبنى ولكن أعزائي التفتولي جيدا حتى أولئك وهذا بحث أصولي بعد أنا فقط أنبه الأعزة حتى إن شاء الله يراجعون أن يأتوا بنظرية التعويض عن نظرية إنقلاب النسبة ما معنى نظرية التعويض إذا يتذكر الأعزة في باب السند هناك جملة من الأعلام يقول هذا السند وإن كان ضعيف ولكن نستطيع من خلال نظرية التعويض ماذا أن نصحح هذا السند هنا أيضا جملة من الأعلام ومنهم سيد الشهيد قدس الله نفسه قال وإن أنكرنا قاعدة إنقلاب النسبة بالذي ذكره القوم أو بالبيانات التي ذكرها القوم ولكن يوجد عندنا طريق آخر للوصول في الأعم الأغلب إلى نفس النتائج التي تنتهي إليها نظرية ماذا نظرية انقلاب النسبة وهذا يكشف لك عن ماذا يكشف لك أنه لا يمكن رفع اليد عن نظرية انقلاب النسبة قاعدة انقلاب النسبة لأنها قاعدة مهمة في عملية الاستنباط فلذا عبارته قدس الله نفسه كما في تقرات السيد الحائري صفحة ستمائة أعزائي في صفحة ستمائة في ستمائة وتسعة وسبعين من الجزء الخامس من القسم الثاني يقول المقام الرابع في أننا بعد أن أنكرنا انقلاب النسبة ماذا نصنع في موارد انقلاب النسبة أنكرنا هذه القاعدة ولكن يوجد مجال للتعويض أن نذهب بطريق آخر ننتهي إلى نتائج تقارب نتائج ماذا قاعدة انقلاب النسبة أو لا يقول فمثلا فنقول أن هذا العام المخصص له أربع حالات يدخل في البحث ثم ينتهي في صفحة أعزائي ستمائة واثنين وثمانين يقول فقد تحصل بما ذكرناه ولكن مع بعض القيود أيضا يقبل بقاعدة ماذا بقاعدة انقلاب النسبة ولكن من هذا الطريق الذي ذهب إليه لا من الطريق الذي ذكره الأعلام بعبارة أخرى أعزائي دخلي ذهن كمي بعبارة أخرى أن النائين وبعض تلامذته حاولوا بنفس إن صح التعبير بنفس المصادرات والقواعد التي ذكرت في باب الخاص والعام أن يصح قاعدة ماذا انقلاب النسبة السيد الشهيد يقول تلك القواعد غيره كافية لابد من إضافة قواعد جديدة نكات جديدة مصادرات جديدة أصول موضوعية جديدة حتى تتم نظرية انقلاب ماذا نظرية انقلاب النسبة جيدة